دكتور النحاس من لبنان إلى العراق كان هناك حراك في الشرق المتوسط وفي ليبيا وفي مناطق أخرى وعودة ستكون لمكرون إلى لبنان بعد حوالي شهرين أو ثلاثة يعني ما سر الحراك الفرنسي الخارجي الكبير هذه الأيام؟ نعم لعله يصب في اتجاهات إعادة التموضع للرأسمالية العالمية دعني أقول بحلفها الكبير الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إحدى هذه الدول الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتلعب مثل هذه الأدوار التي لا تستطيع الولايات المتحدة أو لا ترغب الولايات المتحدة لعبها خاصة في هذا التوقيت في انشغال دعني أقول الإدارة الأمريكية بملفات الداخلية ولعل أهمها الانتخابات الأمريكية وبالتالي توكل بشكل عام بعض هذه الملفات لإثبات الحضور الرأسمالي في هذه المنطقة بالتحديد وبشكل مباشر الآن في داخل العراق وأنت تحدثت عن ثلاث دول رئيسية الآن وهي ليبيا ولبنان والعراق والتي تعتبر إلى حد ما ساحل التحركات إن كانت الروسية في ليبيا في مرحلة معينة ولبنان والعراق تحركات إيرانية ونعلم إيران ارتباطاتها بالصين هذا بشكل عام بالنسبة للإدارة الفرنسية قد يكون لها هدف خاصة بالنسبة للدولة الفرنسية بالتحديد وهو قد يكون متعلق بالأمور التي تطمح فرنسا أن تقيمها في المرحلة المستقبلية وخاصة في العراق وهي إعادة العلاقات التجارية الاقتصادية علاقات الرجال المال والأعمال بخاصة وأن العراق يعتبر من الدول الثرية بالثروات الطبيعية وبالتالي هذه أيضا إحدى الأدوات التي سوف تستخدم في المرحلة المستقبلية وهي التجارة مع العراق لمنع أيضا التدفقات والتدخلات قد تكون الروسية من الجهة أو الصينية من جهة أخرى وهنا إثبات وجود أيضا بأن العراق يدور في الفلك الرأسمالي وليس في الفرك الشيوعي أو الاشتراكي كما هو الصين بشكل أو بآخر وصد النفوذ وخاصة ونعلم أن هناك طريق الحرير الصيني الذي ترى بأنه يمر عبر العراق مرورا أيضا بإيران وبالتالي قد يكون صناعة جدار جديد لوقف النفوذ أو التمدد الصيني في هذه المنطقة وبالتالي هي أهداف رأسمالية عالمية وأهداف أيضا تصب في التجارة الداخلية بين فرنسا من جهة والدول العربية هذه من جهة أخرى ما رأيك سيد فحسي إذا كان ماكرون ظهر في لبنان وكأنه يتحدث أو الحاكم بأمره يعني الآن قبل أن يغادر قال أنا متوجه إلى بغداد لتدشين مبادرة مع الأمم المتحدة من أجل دعم سيادة العراق يعني ما هي أهداف هذه الأزيارات التي يقوم بها الرئيس ماكرون والحراك الكبير مساء الخير مساء ماكرون يستغل عدة أمور الحدث التاريخ والتاريخ الحدث هو الانفجار التاريخ هو مئوية لبنان والفرنسا هي المعنية باعتبارها الأم الحنون الذي أخرج هذا الكيان على الموروث العثماني ماكرون يحاول اللعب في الوقت الضائع الأمريكي واشنطن من بداية أيلول تعود إلى الانشغال في الانتخابات هو قد يعرض عليها الكلام ولكن ليس بالضرورة أن توافقه أو تعطرد كلام بومبيو اليوم كان مبهما فلتجرب فرنسا في هذه الأشهر التي تكون فيها واشنطن بعيدة عن السمع وهناك مثل لبناني كبير مهضوم غاب القط إمرح يفار لا تستطيع باريس أن تعوض الغياب الأمريكي والغياب العربي الخليجي عن لبنان كما أن ماكرون أخطأ في عنوينه هو يرفع شعار المواجهة مع تركيا في شرق المتوسط يحاول الانجذاب نحو الموقف السعودي الصلب في ليبيا في لبنان في الغالب البحر المتوسط ولكن هو يسيء التقدير كما أساءت روسيا التقدير في سوريا حاربة الأغلبية تحت حجة الطموحات التركية في سوريا ولكنها أثبتت الواقع الاحتلال الإيراني وما جرى وما يجري في بيروت خلال 24 ساعة هو عرض ماكرون يلبي جزئيا ولن أقول كليا طموحات إيران وحزب الله تحت حجة أننا نستطيع أن نتفاهم بما أن إيران كيف يمكن أن نجمع بين هذا الكلام سيد فحص عفوا وهو قال في مؤتمر رئيس صحفي مع الرئيس العراقي برم صالح أن التدخلات الخارجية من شأنها إضعاف الحكومة والدولة العراقية ومن مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق طالما أن إيران هي المتدخل الأكبر وربما الوحيد في أشأن العراقي كيف يمكن أن يملك علاقة شيئا؟ في العراق وكان كما من مبهما أيضا هو في الفعل يعني الأطراق ولننسى العلاقة التاريخية بين الكردستان وفرنسا منذ زوجة الرئيس مترون التي وقفت إلى جانب الأكراد بعد عمليات حلبشة والأنفال فهناك علاقة وجدانية بين أكراد العراق وكل ما يتعرضون له والدولة العميقة في فرنسا هو المعني الأكبر فيها تركيا الآن فرنسا تتغاضى عن جميع الأفعال الإيرانية شرق المتوسط تحت حجة الأفعال التركية وهذا وإن كان في جزء منه مهم للأمن القومي العربي ولكن في جزء آخر هو خطير جدا ويؤدي إلى خللا في التوازن فرنسا بالأمس اغتالت باتفاق الطائف في بيروت عبر كيفية تشكيل الحكومة وتسمية هذا الشخص الرديف رئيسا للحكومة اتفاق الطائف هو الثقل السعودي العربي الخليجي في لبنان مضايقة الطائفة السنية بهذا الحجم الجميع يثبتون قادتهم وزعماءهم الطائفيين فيما يفرض على سنة لبنان شخص هامشي رديف فليجبني الرئيس الفرنسي على هذه الأجوبة الملحة كما أيضا هو يريد أن يكافئ مجموعة من الفاسدين على أفعالهم على طيلة ثلاثين سنة أين هو قانون الانتخاب؟ أين هي المحاسبة؟ أين هو فكرة سكرداد الأموال؟ التوازن ما الذي يفعله مكرو في بغداد هو ذاهب لأن هناك أزمة عميقة في فرنسا أزمة اقتصادية بعد كورونا والعراق بلد غني يحاول مصطفى القاظمي أن نهوض بالعراق ذهب ليفكر في مترو الأنفاق في بعض العقود التي قد يحصل عليها ولكننا جميعا نعرف أن العراق ومصطفى القاظمي عليه أن يلبي شروطا أمريكية عربية قد عاد بها من واشنطن وقد تسبقه إلى الرياض سأتي للأجل أن يأتي الدعم العربي والأمريكي إلى العراق فالفرنسا تساوم في الملعب الإيراني نعم إذا كان هناك أهداف للدولة الفرنسية كنت تقول أولا وسيد فحص تحدث عن أهداف ربما اقتصادية لفرنسا هل من أهداف خاصة لماكرون يريد أن يرسخ نفسه كزعيم قوي مثل شارل ديغول أو فرانسوان ميتران وانتخابات 2022 ربما لا شك أنه يطمع أي رئيس دوله يطمع بأن يكون مثل أولئك الرؤساء التاريخيين ولكن لا أعتقد أن ماكرون يملك تلك الكارزمة السياسية أو حتى الفاعلية على أرض الواقع بحكم أن الزمن اختلف عن مكانة مراحل ماضية عندما كانت حرب باردة يضاف لذلك بأن الرؤساء التاريخيين أيضا تصنعهم الأحداث وهذه الأحداث التي تمر بها فرنسا الآن لا تمكنها حقيقة من أن يكون الرئيس ماكرون ذلك الشخصية العالمية بوجود الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك نستطيع توصيف المسؤولين الأوروبيين الكبار عندما يأتي لهذه المنطقة إذا ما وضعناهم في المقارنة الأمريكية أنهم إلى حد ما مندوبين للسياسة الغربية الرأسمالية بشكل عام وإن تحصل هناك أهداف اقتصادية لفرنسا بالتحديد فهي أيضا بالضرورة تعود بالنفع على الاتحاد الأوروبي الذي يعاني كثيرا من الداخل ونحن ألفنا حقيقة بأن هذه الدول الأوروبية التي عرفت تاريخيا باحتلالها لهذه الدول سواء العراق أو لبنان أو المنطقة العربية تاريخيا إنما سلبت خيراتها لصالح الاقتصاديات الغربية وما زال ذلك الفكر يبدو لأنه يدور في الذهنية أو العقلية الغربية بما في ذلك عقلية الرئيس الفرنسي عندما يأتي مثلها إلى العراق الآن نشاهد أو نقرأ بالتصريحات وهو مع الرئيس العراقي ذلك التاريخ عندما لا ينتقد أيضا حتى التدخلات الإيرانية وهذه كانت أيضا من دعني أقول من الأمور السلبية التي شاهدناها بذلك المؤتمر الصحفي وإنما ركز فقط على المصالح التي أتى من أجلها ولم يركز على مصالح الدولة العراقية هو تحدث عن تدخلات خارجية ولكن هذا التدخل الأكبر لم يسمي أحدا وكلمة التدخلات الخارجية عندما تطلق بهذا العموم هو يسئل للدول العربية الأخرى أيضا هو ربما البعض يقول بأنه يقصد تركيا تحديدا وهناك حديث عن تدخل روسي يعني موسكو قد تحاول أن تدخل إلى العراق يعني مجابهة النفوذ الأمريكي على الأقل لا يمكن للعراق أن يفعل ذلك نعلم بأن الولايات المتحدة المتواجدة بقواعدها وبرجالها وبجنودها في داخل الدولة العراقية ونعلم بأن العراق ما زال بشكل أو بآخر يدوء صناعة القرار به إلى حد ما تتأثر بالقرارات السياسية الأمريكية بالتحديد وبالتالي لا يمكن القول بذلك ولكن عندما نقول تدخلات خارجية تمنينا حقيقة أن تسمى الأمور بمسمياتها إلا إن كان لدى الرئيس الفرنسي أيضا مصالح معينة يريد أن يقامتها في المرحة المستقبلية في داخل العراق مع إيران بحكم أنه أيضا التواجد دعني أقول للميليشيات الإيرانية في العراق مازالت فائدة بالإضافة للتنظيم الدولي الإرهابي داعش بالتحديد فرنسا نعم دولة عظمى دولة كبرى دولة لها وزنها في الحسابات الدولية ولكن أيضا لا نستطيع أي غفال الإرث التاريخي الذي تحاول إعادته بشكل أو بآخر من حيث المنافع والمصالح طيب ما رأيك سيد فحص مجددا يعني لم يسمي إيران لم يتحدث عنها هل يقصد التدخل التركي ربما أو الروسي لأن هناك تقارير صحفية تحدثت عن لعبة جيوسياسية واسعة وإن كانت هادئة لموسكو من أجل الدخول إلى العراق مع إدراكهم بأن علاقات أو يقود البلاد رئيس ورئيس وزراء مواليان لواشنغطن كما قلت أنت سابقا الطموحات الروسية محدودة تأتي في العراق بسبب معرفتي عبر البوابة الإيرانية كما أن لدى ليس لدى موسكو ما تعطيه للعراق بينما وكل أنظار العراقيين تتجه نحو السعودية نحو أوروبا المتفاهمة مع واشنطن والثقل هو أمريكي ماكرون واضح قبل وصوله إلى المنطقة من خلال وضع خطوط الحمر لتركيا أنه يبحث عن يحاول الضغط على تركيا في العراق وفي لبنان وفي شرق المتوسط إدخال روسيا على خط عمل يعني هو يحتاج إلى كثير من التدقيق ولا ننسى أيضا أن تركيا في لعبة الخبث الأردغانية انتقلت لتعيد التوازن في علاقتها مع واشنطن في هذه المرحلة من خلال حسابات جيوسياسية بين العراق والسوريا وليبيا والبحر المتوسط لذلك المكانة الروسية تتضاءل كما أن موسكو وأزمتها في مينسك أزمتها مع أوروبا تتضاعف أزمتها الاقتصادية لذلك جاء ماكرون في الوقت الضائع هو ما لديه هاجز حقيقي أن ما بعد الانتخابات الأمريكية هناك حوار أمريكي إيراني يريد أن يحجز له مقعدا على طاولة المفاوضات أزمت ماكرون أن طهران نفسها هي لم تعطيه شيئا لأنها لا تريد أن تفاوض وتساوم مع الوسيط إذا استطاعت أن تجلس وربما لا تملك شيئا لتعطيه فإيران وفرنسا لا تملك شيئا ما فعله ماكرون أنه ثبت على اللبنانيين الضغط الإيراني هذه الجريمة التي أتكرها الآن هناك أحزاب سياسية للشباب ربما أكثر من عشرة أحزاب تشكلت الآن للاستحقاقات النيابية المقبلة هل تأتي في إطار بأنه فقدنا الثقة في من كان موجودا والمجرب لا يجرب أنت بدأت من نهاية بكلمات المرجع السستاني الذي قال أن المجرب لا يجرب ولكن الأحزاب السياسية الشعية انتخبت بالبنادق هي أحزاب مسلحة ذهبت ببنادقها إلى صندوق الاقتراع وهي ولائية ترفع صورة السيد السستاني ولكنها تطيع الولية الفقيف في إيران ولكن هناك جيل جديد في العراق وخصوصا جيل الشباب الشيعي الذي يرى فرصته من خلال حكومة مصطفى القاظمي كما أن البيت السياسي الشيعي إضافة إلى البيوتات الأخرى السنية والكردية قد هدمت ولو أنها بقيت على حالة لما كان مصطفى القاظمي رئيسا كما أن ثورة تشرين ثبتت قواقعا حقيقيا في العراق ولكن مهمة هذه الشباب هي ولكن ترجمت دور هذه الشباب وهذه الأحزاب الشديدة مرتبط بقدرة مصطفى القاظمي على إنجاز انتخابات حقيقية شفافة محمية من بنادق الولائيين الشيعة الذين يحاولون فرض واقع جديد في العراق عبر انتخابات مسلحة دكتور النحاس ترجمة نانسي قنقر